مش انا قلت يا جماعة. مش انا قلت. قلت ان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لازم هو يطلع كل يوم لازم يطلع يتكلم. بقينا بننام على تصراحاته بنزحى على تصراحاته بنحلم بتصراحاته بنقوم بتصراحاته بنقعد العسرية قدام التلفزيون نلاقي ليه تصراحات خلاص بقى حاجة اساسية كل يوم لازم نشوفه. وهو اصلا قاعد مستني ان كابتن محمود الخطيب يرد عليه وكابتن محمود الخطيب مش هيرد. دي حاجة معروفة في كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب معروف عنه ان هو ما بيردش على حد. ما بيتطولش على حد. هو نفسه ان كابتن محمود الخطيب ان هو يطلع يتكلم. بس كابتن محمود الخطيب مش هيعمله. مش هينول هاله بالمعنى بقى صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي. النهاردة جاي لكم فيديو في تصراحات لمرتدى منصور وفي تصريح واحد طالع من امير توفيق مدير تعقدات بالنادي الاهل. قبل ما نتكلم في الفيديو اريت ما تنساش تجاهز المشروب بتاعك عشان وانت بتشرب تسمع كويس وتركز ويا ريت قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلى على سيدنا محمد عليه عبدالله صلاة والسلام ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى بتصريحات المستشار مرتدى منصور رئيس نادي الزمالك. اول تصريح ليه بيقول ايه? بقول للشخص اللي بيقول ان المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر المفروض هذا صندوق سيادي فليجوز الكشف عن اسراره. هو مش حضرتك طلعت من كام يوم وقلت ان لو تم فعلا انك انت وديت الهدايا والسعاد بتاع تركي الشيخ لصندوق تحيا مصر هطلع واقول الله عليك يا خطيب. تمام? الموضوع بقى ايه? موضوع رأي عام. متانية كلها بقى بتكلم في الموضوع. ومستنيين الرد بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي نازل ببيان. جيب بعد كده استاذ احمد موسى في قناة صادة البلد طلع واكلم صندوق تحيا مصر علشان الموضوع بقى رأي عام. زي ما انا ما قلت في الاول. فاكيد يعني اللي هيرد هيرد ويقول اللي حصل بالزبط. انت بقى. ازاي? طالع بعد ده كله تقول ان الصندوق سيادي فلا يجوز الكشف عن اصراره. تصريح اخر للمستشار المرتضى منصور. يقول ايه? الاهلي لم يعد شيء وتسليم هدايا ال الشيخ كله كذب. او كله كذب. طيب واللي حصل مبارح. وان احمد موسى يطلع يكلم واحد من صندوق تحيا مصر. من بتاع صندوق تحيا مصر او المتحدث باسم آآ صندوق تحيا مصر. يطلع يقول فعلا تم وضع الهدايا بكل حاجة في صندوق تحيا مصر. كذب ازاي? ويطلع بعدها هاني هتحوط الاعلامي هاني هتحوط يطلع يقول نفس الكلام. وفي اخر الكلام بيقول عايزين بقى ما نتكلمش تاني في الموضوع ده لان الموضوع ده ملوش داعي ان احنا نتكلم فيه. وعمل مشكلة كبيرة. ده حقيقة عمل مشكلة كبيرة. بس مين هي اللي عمل مشكلة كبيرة? مش هرد. مش هقول ميني اللي عمل مشكلة كبيرة. تصريح اخر للمستشد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيقول ايه? الاهلي اصدر بيانا يسبني خلاله. وقال اني اروج اشعاعات. واقول لهم اخرج ورد على ما اقوله بالمستندات وليس بالبيانات. ما هو انت مستني ان هو يطلع بس هو مش يطلع? رئيس الاهلي عندنا مؤسسة كبيرة. كل واحد عارف سيستيمه ايه? وكل واحد عارف شغله ايه? فرئيس نادي الاهلي مش هيعمل زي ناس تانية. يطلع كل يوم لازم يتكلم صبح وليل وليل وصبح وساعة النوم وساعة الصحيون. لا ما فيش الكلام ده. عمره ما هتحصل. انت بتتكلم في رئيس النادي كبير. الرئيس النادي ما بيطلعش غير في الحاجات اللي هي المفروض ان هو يطلع فيها. نعمة جيش تقول لي بقى ساعات ومش ساعات ومش عارف ايه. الحمد لله ان الموضوع خرج من موضوع الساعات وانت دلوقتي حابب ان هو يطلع يرد عليك بس هو برضو مش يطلع يرد عليك. وبعدين يا سيادة المستشار. دي مشكلة ما بيننا وبين توركي قال الشيخ. ما بين كابتن محمود الخطيب وتوركي قال الشيخ. انت ايه اللي يدخلك في النص? هي اي بامية وخلاص شغال فيها? ما هي دي المشكلة. دي حاجة ما بيننا وبين واحد تاني. انت بتتكلم بناء على ايه? معلش انا اسف ان انا حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده. وحابب ان انا افهم ايه نقطة الخلاف في الزمالك ورئيس نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك في موضوع ما بين كابتن محمود الخطيب او النادي الاهلي وتوركي قال الشيخ. لو انت عندك حاجة على فالي امكان انا ما كنش انا واخد بالي منه. نيجي بقى على تصريح امير توفيق مدير التعقدات بالنادي الاهلي. تلع بيقول ايه? لم نوقع مع مصطفى شالبي واللعب اصبح خارج حسابات النادي الاهلي نهائية. في حين انهم بيبيعوا جاد وايبوكا لفرق تانية بتراب الفلوس. عادي. اظن الرسالة كده اصبحت واضحة مجلس ادارة. انبي خرج تماما عن الحيادية والنزاهة وفقدوا امانة الحفاظ على المال العام. طيب ما دي حاجة معروفة من زمان. ان اي نادي بيجي له النادي الاهلي عايز اشتير منه اللعب. خلاص. طالت القادرة اتفتحت له. هم بيطلبوا بالنادي الاهلي فلوس كتين. انما لو اي نادي تاني حتى لو الزمالك عادي. خد اللعب واعد حسابه بعدين. فالنادي الاهلي حاليا ابتدى يفكر بطريقة صحيح. وهي انها بيجيب لعبة من برة. تمام? وبيجي من ناحية تانية في شوية اندية كده في الدور المصري برضو هيبتدي يتعقد معهم في شراء اللعبة. وهيبتدي بعد كده او الايام اللي جاية هيبتدي يهتم بقطاع النشيئين. عشان خاطر اللاعب اللي انت هتبقى محتاجه يا اما في الاندية اللي انت محتاجها يا اما في قطاع النشيئين اللي انت عامله. واللاعب اللي هيستاهل ان هو يطلع فريق اول من النشيئين هيبقى ساعتها هو اللي يستاهل ان هو يلعب للنادي الاهلي. تمام? في جميع البطولات عموما يعني. يا ريت كان فريق تاني كده في دور المصري النادي الاهلي يصرف النظر عنهم والموضوع يتقفل من ناحيته. اعرف صاحبك واعلم عليه بالمعنى الاصح. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. واتمنى لو انت بتتابع لي من عن طريق اليوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرز عشان يوصل لك كل الجديد بتاعي. ويريت برضو متنساش انك انت ادعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك متنساش تعمل متابعة وتفعل زر الجرز عشان يوصلك برضو كل الجديد بتاعي. ويريت برضو متنساش انك انت تعمل للفيديو عشان يوصل لاكتر ناس من جمهور الاهلي. ودلوقتي اقدروا لكم سلام.